أنا أريد أن أقدم شكري وتقديري وإحترامي إلى هيئة النزاهة التي صراحة وبحسب المعلومات المتوفرة عندي اشتغلت بجد وبحرص وبمهنية حينما استقدمت مدرعام ومعاونه وخمسة وعشرين شخص من اللجان في قضية عقد علي غلام لجنة المراجعة لجنة فتح العطاءات لجنة المصادقة لجنة التحليل وجابتهم وأجرت تحقيقا موسعا في هذا الموضوع وهنا أشكر القاضي ضياء جعفر للمهنية وللحرص العالي ولحرقة القلب عندما قال للمدير العام قال لأنت رب ما عندك أضيع أموال هاي الناس الفقراء وعليك أن تعترف بالخطأ اعترف وقام يبتي ليش تبتي وانت مدير عام وانت رجل وعدك أولاد وعدك عائلة ليش هاي أموال البلد الضيع مثل ما قال لك السيد القاضي ليش انت حريص على أموال الشركة من قل لك ليش تطهم شرط جزائي قد قل للموذولة راح يصرفون مواد وراح يصرفون أجهزة وانت شنو علاقتك بصرف المواد وشنو علاقتك بصرف الأجهزة ليش مال العراقيين وما للناس اللي يتمنوك أمانة ما للناس شرفك عرضك مثل مرتك ووقتك وبنتك ليش صار مال الشركة أغلى من هذا وبعدين تقعدون تتبشبشون لما تستدمون بقاض وعدالة ونزاهة هذا القاضي ومن مثله من الشرفاء إذا ما فسح لهم المجال أن يحققوا في هذه القضايا والله أن نظف العراق خلال سنة فشكرا يا سيد يا جفر وهؤلاء لا تأخذك بهم لوم تلائم لأن ذولهم الذين أفسدوا بهذا الشيء لكن أيضا عتب آخر أن هذه القضية صار لها سنة ونصب النزاهة لما تم توقيع العقد وأهملت والذي يشكله كملاحظة يا وزير المالية المستقيل هذا الرجل قد تم تسحب يده لأنه وقع على هذا العقد ليش عدته مدير عام مرة أخرى ولماذا لم تفتح التحقيقات في وقتها وكان خلصنا ليش لما طلبت الشركة مبلغ 500-600 مليون دولار تعويض أو حتى الـ 600 مليون دولار صار بيها لبس لأنه الغرامة 850 مليون دينار وذيشها 600 مليون دولار القاضي اعتقد أنه هاي هم 600 مليون دينار فهو راح إلى الأدنى اتضح أنه هاي 600 مليون دولار وليس 600 مليون دينار هاي قضية القضية الأخرى أنا لا أتدخل بالتحقيق أنا أقول ري هذا المدير العام لم يكن لوحده دير العام السابق اللي وقع العقد هذا مو بوحدة ابحثوا عن ما كان وراه راح تلقون بلاوي اللي وراه راح يحترف على اللي وراه هذا أوحي إليه وقد يكون ضغط عليه هذا بالاجتهاد بالتحليل لكن من اللي خلا يوقع العقد هذا اللي لازم ينجاب أمام السيد القاضي ضياج عفر الذي أكرر الشكر وإحترامه إليه وكذلك الشكر للنزاهة عندما استعادت هذه الأيام 231 مليار دينار عراق من الكيكارد هذه الطامة الكبرى هذه الشركة البلاء واعتقد أن هناك أموال أخرى إذا النزاهة ظلت تشتغل بهاي الطريقة راح ننظف البلد وراح نوصل واردقول للنزاهة أخوان القضايا لا تسقط بتقادم الزمن أو تغيير الحكومات أنا أنبهكم وأتمنى أن تضعوها في جدوى لأعمالكم في وزارة الداخلية في الحكومة السابقة في حكومة الوزير أيام السيد عادل عبد المهدي أتمنى أن تفتحون عقود بيع المناصب هذه العقود فيها أموال ضخمة وارتشاء راح يودينه إلى الأسباب الذي تلكي فيها الأمن لأنه كانوا يبيعون هاي المناصب بعقود هسا نردت شذرات لكن قد أجيهن في الأيام المقبلة كذلك عقد الشغال العمالة الأجنبية وبالذات عقد البنغاليين في البصرة وما رافقه من كومشينات وهذه القصص معروفة في وزارة الداخلية أيام حكومة السيد عادل عبد المهدي هذا الملف يجب أن يفتح وهذا الملف خطير وهذا الملف أضر بالاقتصاد العراقي وراح تشوفون عندما تفتحون هذا الملف كم دفعت مبالغ وكم أنفقت مبالغ وكم أهدرت مبالغ وكذلك عقد إطعام السجناء وكذلك عقد الإطعام العام إلى الآن الولد عدهم عركة على الكومشينات التي دفعت منهم من نفذ ومنهم من أخذ رشوة وما أنطل عقد ولحد الآن هم متقاسبين على هاي القضايا السيد رئيس هيئة النزاهة الأخوة القضاة الشرفاء في الهيئة وإن شاء الله كلكم شرفاء هذه الملفات إذا ما فتحتموها فإننا ستنهال علينا الآلاف والمئات من المليارات ومن التريليونات أتمنى منكم مخلصا أن تضعوا أيديكم على هذه الملفات وأنا على استعداد لمساعدتكم في هذا الموضوع طالما لدينا رجال شجعان يؤشرون لنا خطا جديدا في المحاسبة عندما جاءوا بقضية هذا الوليد وجاءوا بالمصرف الرافدين كله وأنتوا تدرون أنا حلقات وأيام أصرخ من ظلم مصرف الرافدين والذي حصل بمصرف الرافدين عندما يكون رجال لنا يحقون الحق بهذا الشكل لا والله خلونا نبلش وياكم بوزارة وزارة ونلوياذان كل الذين تطاولوا على المال العام تحية للسيد يا جعفر تحية لهيئة النزاحة